بعد استيلاء طالبان على زمام الحكم في أفغانستان هرع عدد لا يحصى من الأفغان إلى سوق السلع المستعملة لبيع ممتلكاتهم ومغادرة البلاد نجيب الله حساني واحد منهم وهو من سكان العاصمة كابل لقد بعت جميع أغراض المنزل لمغادرة البلاد لكنني عدت في منتصف الطريق الغيط خططي للذهاب إلى باكستان لأنه يبدو أن الوضع قد تحسن قليلاً لكنني رأيت الكثير من الناس يبيعون ممتلكاتهم للفرار من البلاد وقت عمليات الإجلاء معظم الأفغان اعتراهم الخوف على حياتهم التي رأوها في خطر عندما دخل الطالبان إلى كابل فهموا فارين من المدينة وباع وقتها العديد منهم ممتلكاتهم التي لا تقدر بثمن بأسعار زهيدة باع الناس كل ممتلكاتهم في البداية باعوا أغراض منازلهم مقابل ربع وخمسة ثمن للفرار من البلاد بصرف النظر عن أولئك الذين يفرون من البلاد لا يزال معظم الناس يبيعون ممتلكاتهم بغية الحصول على بضع من المال لاقتناء طعام يومهم حيث زاد الفقر والبطالة بشكل كبير تبيعوا النساء وسلطانيات أو أطباق لشراء بعض أرغفة الخبز لأتفالهم لا توجد فرص عملهم هنا لذلك يبيعوا الفقراء كل ما لديهم لخصول على التعامل وسرهم ترجمة نانسي قنقر